رعية برضو في فراغات انا اظن برضو تاني احنا امام معضلة شفافية لو كان هناك وضوح اكثر لان كيف كان حزاما اخضر ثم اصبح حزاما اصفر ديت مشكلة تانية عايزين نفهمها قبل ما احنا يكون في قبول عام لفكرة تحولها الى منطقة البناء العقارات بص يعني انا اصحيت الصبح اقريت الخبر فتحولت للمواطن كورومبو واتصلت بوزارة الاسكان احد المسؤولين في وزارة الاسكان افهم منه الموضوع فمع كامل احترامي والموضوع غير كده خالص الموضوع ان قصته كالقاتي ان الحزام الاخضر ده يعني لما تعمل ست اكتوبر في التسع او يعني في الفترة التقطير بتاعتها في التسعينات صدر قرار لشركة اسمها السادس من اكتوبر للاصلاح الزراعي وخاءولي عفوا للاصلاح الاراضي خادت الحزام الاخضر ده المفترض انها تزرعه كرئة او متنفس للمنطقة نفسها وما كانش لقيمة سعيتها كتارض صحراء الشركة نفسها عادت تتبا